لقيا ثلاثة رعاية جزائريين حتفهم في قصف هامجي لشاحنتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نوكشوت وورقلا حسب ما جاء اليوم الأربعاء في بيان لرئاسة الجمهورية الذي أوضح أن عدة عناصر تشيد إلى ظلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاختيال الجبان بواسطة سلاح متطور وأشد البيان إلى أنه في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة اختلا ثلاثة رعاية جزائريين في قصف هامجي جبان لشاحنتهم أثناء تنقلهم بين نوكشوت وورقلا في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة وتابع البيان أن السلطات الجزائرية قد اتخذت على الفور كل التدابير اللازمة لتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشفت ملابساته مضيفا أن عدة عناصر تشير إلى ظلوع قوات الاحتلال المغربية بالسحراء الغربية في ارتكاب هذا الاختيال الجبان بواسطة سلاح متطور إذ يعد ذلك مظهرا جديدا للعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب ويلتحق الضحايا الأبرياء الثلاثة لعمل إرهاب الدولة في هذا اليوم الأعز للفاتح من نوفمبر بشهداء التحرير الوطني الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم والمبادئ تاريخها الأبدية حسب بيان لرئاسة الجمهورية الذي أكد أن اغتيالهم لن يمضي دون عقاب اشتركوا في القناة